الستة محمد في سؤالها بتاع الحج خلاصة السؤال ان هي كانت نايمة وقامت نزلت عشان تقدي كانت صلت العيشة وكانت على طبعا على وضوءها وصلت العيشة ونامت وبعد ما نامت قامت عشان تطوف توافل افاضة فهي نزلت من غير وضوء فبتقول انا طفت طوافل افاضة من غير وضوء وبعدين صليت الفجر على نفس الحال ده بالنسبة لطوافل افاضة احنا قلنا قبل كده وذكرنا ان الطهارة ليست شرطا للطواف عند السادة الحنفية فنقلد هذا الرأي تخفيفا وتيسيرا وطوافك على قول السادة الحنفية صحيح ان شاء الله تعالى وكمان السعي بتاعي لكن الصلاة لابد لها من الطهارة فانت هتتوضي وتقضي هذه الصلاة اللي انت صلتيها بغير طهارة يا صاحبة السؤال